اهلا بحضراتكم من جديد في فريق بحثي في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا نجح انه يبتكر فلتر حيوي صديق للبيئة عشان ينقي بيئة الهوى من غاز ثاني اوسيد الكربون فريق البحثي اشتغل على تطوير غشاء طبيعي مبتكر اقتصادي كده وصديق للبيئة ومستدام من قماش اللحاء لاستخدامه كفلتر لتنقية الهوى وتم التقدم بالفعل بطلب تسجيل المنتج ده كبراءة اختراع خلينا عرف التفاصيل اكتر من دكتورة مروى القاضي استاذ الهندسة الكيميائية والبيترو كيمويات دكتورة اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا احنا بقلنا فترة بنتعرض لقضايا البيئة وبقلنا فترة بنتكلم عن الموضوع ده كتير لكن فكرة ابتكار فلتر حيوي يكون اقتصادي وصديق للبيئة ومن امكانيات متاحة وبدين الشباب يعني فكرة هيلة جدا اشتغلتوا عليها ازاي طبعا هي مشكلة البيئة دلوقتي ومشكلة التلوث البيئي بواجهها العالم كله وخاصة مصرف في المؤتمر اللي انعقد بقيدة بزعمة قيدة الرئيس السيسي وحضرته وشاركت فيه معظم الدول المصرية والدول العربية عشان كده احنا من هنا وايمانا من الجامعة المصرية اليابانية باهمية دور العلم وان الجامعة لازم تشارك في المشكلة الاستراتيجية للدولة بتعتبرها من المشاكل اللي لازم نواجهها ربط الاكاديميات بالسوق وتحقيق اهداف التنمية المستدامة طبعا بتاعت سنة عشرين ثلاثين من هنا ايمانا بدور الجامعة ودور البحث العامي بدأنا نشكل فريق بحثي عشان خاطر نحاول نلاقي حل للمشكلة بتاعت تلوث البيئة وطبعا منلي في مشكلة الاحتباس بتاعت المتسببة بغاية ثانية وكسير الكربون فقلنا حنحل المشكلة دي ازاي فبدأنا نشوف ايه عايزين طريقة اقتصادية وفي نفس الوقت تكون بخامات طبيعية علشان خاطر نمنع ان حتى لو الفلتر ده كفاءته قدلت واضطرينا ان نتخلص منه اثناء التخلص منه يكون مازال صديق للبيئة مايبدأش يعملي مشاكل في التلوث فبدأنا ندور على ايه الحاجات الطبيعية اللي حوالينا لقينا ان فيه قماش اسمه قماش لحاق قماش لحاق ده ملي بيستخرج من شجرة اللحاق وشجرة موجودة في اغندا وممكن من اي شجرة يعني اي شجر خشبي له جزوعة خشبية دي من بنسمع اللحاق الاشجار هو ده اللحاق بزفت كده اي شجر خشبي له جزوعة خشبية عريضة بنابدأ نعمل له اكستراكت منه واخدنا الغشاء ده واختبرناه ازي تيز بعد ما عملنا له اكستراكتشن من الشجرة ولقينا انه له كفاءة بس مش عالية يعني له كفاءة لانتصاصيني اكسيل كربون بس يعني حوالي 50% لامتصاص غاز سيني اكسيل كربون فبدأنا نشتغل عليه طيب ما خلينا نطور فيه علشان خاطر نوصل لكفاءة عالية قوي للأماش ده وفي نفس الوقت يكون بطريقة اقتصادية وصديفة للبيع فبدأنا نعمل معالجة لو سطحية من خلال غازل بوليمر طبيعي من ألياف السليلوز مازال السليلوز برضو جاي مستمد من الطبيعة وبدأنا نحط فيها ألياف السليلوز دي مواد نانومترية صديقة للبيئة عبارة عن متراكب من اكسيد الزينك مع الكربون الناشط الكربون الناشط عملنا له اكستراكشن من النفايات البلاستيكية علشان يبقى برضو النفايات البلاستيكية مشكلة بتواجهها البيئة فإحنا كده دخلصنا من النفايات البلاستيكية نحنا بنجيب منتج نانوي اللي هو خواص عالية في امتصاص الغازات الضرة وفي نفس الوقت حلينا مشكلة تانية مشكلة الترويس البيئي بلاس مشكلة الهوى تمام يعني المشاهد دلوقتي أنا خايفي توهم إننا يا دكتور تمام المصطلحات طبعا عظيمة ومهمة جدا ولكن أنا بقى كمشاهد بسيط قاعد فقاريا دلوقتي بتفرج على صباح القرية مصر هستفيد منه ازاي؟ أقدر أطوره ازاي؟ أقدر أكبر منه ازاي؟ هل هيستخدم الحكومة تشتريه تعمله؟ ولا المنتجين يشتروه؟ أو الشركات رجال الأعمال؟ هو مني للشركات؟ هيعمل ايه؟ هنستخدمه ازاي؟ هو مني للشركات اللي عندها مبعثات الغاز سني أكسر الكربون أو الغازات الشبيهة بيه يعني معظم الغازات المصنع اللي بتنتج غازات اللي تنتج غازات بكميات ضخمة الغازات الأساسية سني أكسر الكربون أكسر النيتروجين الأمونيا كل الغازات دي متاحة بتطلع في الهواء بتطلع في الهواء كل الغازات دي متاحة ان هي يحصل لها منتصاص على سطح الفلتر بتاعنا فهو المفروض ان هو حيحل محل الفلاتر اللي بتستخدم في الغازات دي اللي بتستخدم في الشركات دي واللي بيتم استرادها من الخارج هو منتج محلي من خشب اللحاء بعمله معالجة سطحية بطريقة بسيطة جدا ومن المواد دي كلها معتمد على نفايات مصرية بزود كفاقته علشان خاطر يبدأ يشتغل معايا ويديني كفاقة امتصاص بتصل 95% امتصاص لساني أكسر الكربون ومنع ان هو يحصل له اليموفل في الهواء لو حصل ان خلاص الفلتر كفاقت وانتهت او خلصت بدلا لو حتفنه في البيئة فهو في الاخر جاي من الطبيعة فما بيعمليش اي تلوث للبيئة بعكس المنتج اللي هو مخلق اللي بيجيلي من برا ما بيحصلوش بالعكس موات طبيعية فهيتحلل ده بالنسبة لي ده حيتحلل وحيرجع لمصادره الأساسية اللي هو يساني أكسر الكربون برضو وحيتبر مخصب للتربة يعني مش هعملي مشكلة لان هو من مادة طبيعية فحيرجع للطبيعة تاني ده كده اساس الفلتر بتاني واحنا بنتكلم كده في المقدمة قلت انكم بالفعل تقدمتم لاشهارك للحصول على براية الاختراع او الابتكار احنا عدنا سنين طويلة نتكلم ان الخطوات بتاعت الحصول على براية الاختراع وبراءات الابتكار طويلة ومعقدة ومش سهلة وقد تكون في مكلفة في بعض الأحيان وكثير بيلجأوا انهم لمكاتب متخصصة لخطوات التوثيق هل الموضوع بقى أسهل شوية ولا مازال بنفس التعقيد حفاظا على جهود البحثين عشان ما يبقاش اي حد يقدم اي فكرة هو بصراحة مكتب البراءات المصرية في أكدامية البحث العلمي حصلوا تطور في الخمس سنين الأخرين بدرجة كبيرة جدا احنا الأول كنا بنقدم المستندات ايداع براءات الاختراع بطريقة ورقية وبتاخد وقت طويل قوي في الايداع وفي التصحيح والمراجعة احنا دلوقتي بنمكتب براءات الاختراع في الأكدامية بدأ أونلاين بدأ بنعمل سبميشن للبراءات أونلاين فده وفر كتير قوي من الوقت ومن المجهود ومن السفر طبعا أنا من اسكندرية فعشان خاطر أسافر وأودي وعمل إيداع لورق وارجع تاني أعمله تصحيح فده كان صعب علي جدا كان ممكن ناخد فترة الإيداع ممكن تستغرق سنة دلوقتي فترة الإيداع كلها أونلاين ولو في أي تصحيح أو في مراجعة بتتم برضو أونلاين فبتبقى سهل علي قوي أن أنا بعملها وما زلت التكلفة برضو يعني وزين زرينج ما أسموح بيها فبصراحة التطور اللي حصل في مكتب براءات الاختراع في الفترة الأخيرة سهل علينا كلنا وزود نسبة التسجيلات بتاع براءات الاختراع بدرجة كبيرة جدا يعني إحنا عندنا في الجامعة في السنة الأخيرة تقريبا تم إيداع أكتر من أكتر من 30 براءات اختراع بسبب سهولة السبميشن بتاعة براءات الاختراع عن طريق السيستم الأونلاين يعني إحنا تريبا بمعدل كل شهر يمكن ده تابيز كبير بتساعد أسرع في المراجعات قبل كده كان الموضوع المراجعة كلها ورقية فتاخد وقت كبير جدا ونرجع بقى ندور عليكم تقريط الكلام ده شبهوا فين لكن أعتقد فكرة وجود الشكل الإلكتروني الوضع يختلف بالزبط إحنا تريبا دلوقتي في مكتب براءات الاختراع بنسجل ما بين براءتين لثلاث براءات في الشهر ده في الجامعة عندنا كم في المية منها متعلق بالمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر وكم في المية اللي علاقة بحاجات يعني شرح لنا هل في تقسيم معينة طبعا مش حايز بالدقة يعني بس حوالي زي ما بيقول يعني هي المدرسة بتاعتنا منلي بتهتم بالبيئة هي مدرسة مصادر الطاقة والبيئة والكيميا والبتروكيمويات فهي منلي كل مخرجات بتاعتها البحثية بتهتم بالبيئة سواء بتخليق مواد صديقة للبيئة أو باستخدام طاقة نظيفة السجامعة اليابانية فيها أقسام تانية أظن في أقسام طبعا في قسم الكمبيوتر طبعا بيهتم برضو يعني أبليكيشن أبليكيشن المتعلقة برضو بالزبط يعني إزاء أسهل الستم وستمز الأونلاين فما نقدرش نقول نسبة بالزبط كام يعني لأن هي تبقى لكل مدرسة ومخرجاتها يعني ممكن نقول يعني طبعا يا معظم الأبحاث دلوقتي متجهة للحفاظ على البيئة فنقدر أن أكثر 50% أبحاث يعني أو براءات اختراع بيتم تسجيلها خاصة بالحفاظ على البيئة من خلال المدرسة بتاعتنا وفي مدرسة العلوم الأساسية برضو بتهتم برضو بأبحاث علوم البيئة وبرو في قسم علوم المواد كل ده بيهتم بالأبحاث المتعلقة بالبيئة القسم الكمبيوتر ساينز بيهتم بالزدكاء الاصطناعي والتكنولوجيا دايما يعني بيبقى فيه تخوف من أن المشروعات البادي يقول لك يا عم دي مكلفة أو لا يا عم دي مش عارف إيه لو أنا صاحب مصنع ما أنا علشت أنا دلوقتي وفيه درائب والدولار بإيه ومش عارف إيه فأنا خاف إحنا مراعين ده بنعمل ده ولا الحركة أكيد فهمة أن بالنسبة للمستثمر أو رجل الأعمال البيئة رفاهية ولكن بالنسبة لنا إحنا كبشر ده تحدي فالمواضيع إحنا بالنسبة لنا بنحاول نلاقي منافس للمنتج اللي الشركة بتستخدمه تمام يعني كل الشركات مبنية على فريتر كل الشركات بتستخدم وحدات لمعالجة المية فإحنا بنحاول نلاقي بديل المنتج المستورد عشان نوفر بيه العملة صعبة تمام وفي نفس الوقت البديل ده يكون صديق للبيئة عشان يحل مشكلتين مشكلة العملة الصعبة والاستيراد بالأسل مشكلة بتاعت التلوث البيئي بنعاني منها بعد مبادفن أو بتخلص من الفلتر بتاعي سواء فلتر مية أو فلتر هوا هو ده المبدأ اللي احنا بنحاول نشتغل به في الجامعة اليمنية كل الباحثين بيشتغلوا بنفس الفكر إن أنا بلاقي بديل المنتج المستورد بتوفير العملة الصعبة إضافة إن أنا بشوف منتج صديق للبيئة كبديل للإستيراد مؤخرا بقى فيه فكر كده ربط الأحداث اللي بتحصل بالبحث العلمي أو ربط البحث العلمي بالسوق ومتطلباته إحنا شفنا مؤخرا قد إيه الناس ابتدت الأبحاث العلمية ما تبقاش بقى مجرد ورق ويتشال في الأدراج أو مجرد أبحاث وخلاص فشايفين إن فيه جهد كبير الناس تشتغل على القضايا المختلفة اشتغلتوا على الفلتر اشتغلتوا حاجة بقى على المية تحليل المية الأزمات المية تطور التغيرات المناخية فيه حاجات تانية اشتغلتوا بيها عليها على التوازي ها في مشروع برضو مكوّن من فريق بحثي في الجامعة المصرية اليابانية بيشتغل على مية طبعا هي المشكلتين الأساسيين تلك الوقت في عالم اللي بيواجههم العالم مشكلة المية ومشكلة الهواء فاحنا بنشتغل على المشكلتين دول حاليا من خلال الفريق البحثي المكوّن في الجامعة المصرية اليابانية لقينا طبعا مشكلة المية العالم كله بيتكلم عليها فبدأنا نكوننا فريق مصري من الجامعة وكلمنا شريك في جامعة بريطانية علشان خاطر نحاول نلاقي حلول جديدة ومبتكرة واقتصادية لحل مشكلة المية فلقينا أن فيه تقنية حديثة مستخدمة في جامعة برمنجهام في بريطانيا لتنقية المية باستخدام نظام اسمه التقسير المزدوج باستخدام مواد جديدة اسمها مواد معدنية ذاتها الأطر العضوي فبدأنا نتكلم معاهم أن نحن ننقل التكنولوجيا دي المصر ونعمل فيها تعديل كمان عشان خاطر نزيد من اقتصادياتها فمن هنا عملنا مشروع متبادل ما بين جامعة برمنجهام ونجحنا في نقل التكنولوجيا دي وعمل تعديل عليها أن نحن عملنا وحدة قبل الوحدة بتاعتهم من مواد برضو مصرية من خامات مصرية طبيعية كلها سواء كربون ناشط أو سواء زيولايت طبيعي كل المواد صديقة للبيئة دي فايدتها أن هي بتتخلص لي من أكبر كمية من حجم الملوس الموجود في الميا قبل ما تخش على الوحدة بتاعتهم لزيادة اقتصاديات الوحدة وزيادة فترة عمل الوحدة بتاعتهم وفعلا نجحنا أن نحن كأحدة مخرجات المشروع أن يتم إهداء وحدة لمصر من خلال المشروع بكفاءة إنتاج 250 متر مكعب في اليوم كنظام بايلوت علشان خاطر نبدأ نجربه كوحدة لا مركزية إن أنا أبدأ أدخ بيها مية نظيفة للجامعة اليابانية تستخدم الأغراض الشرب من أي مصدر سواء حتى من مية البحر من مية الجوفية من أي مصدر مروس بتطلع لي مية هايلي بيورية الحقيقة فعلا فيه مجود كبير جدا بيتم في الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الموجودة في برج العرب الأسكندرية من أقدرش ننكر أنها طبعا جمعة أهلية من أهم الجامعات الموجودة في مصر اللي بتساعد بالفعل على خلق بيئة مشتركة فيها بالفعل كوادر يابانية قدروا أن هم خلال أجيال مصرية بيقدر تبتكر في عدد كبير من المجالات ومن أهمها على الإطلاق المجال البيئي اللي إحنا محتاجين مشروعات كتير ونشكر الدكتور مروى القاضي ويستاذ الهندسة الكيميائية والبيترو كيميائيات بهذه الجامعة نورتين أفندم وشاركتين في سوريا سبحانه المصر شكرا شكرا أنا بيت